معنا من كابل الباحثة السياسية سيد نصير أحمد طاهري سيد نصير أهلا وسهلا بك معنا يعني هناك تقدم ميداني تقريبا يحدث كل يوم من قبل حركة طالبان 22 عاصمة ولاية أفغانية دعنا في صورة هذا التقدم الميداني والآن الطالبان على مشارف 11 كم من العاصمة كابل طبعا لا شك أن طالبان بدأت تتقدم يوميا تسيطر على أكثر من ثلاثة أو أربع مدن هذا في ظل تراجع القوات الحكومية القوات الحكومية حاليا متمركزة فقط في مزار شريف وهناك استعداد من قبل بعض القادة العسكريين مثل المشير الجنرال دوستوم وعطى محمد نور من قادة الجهادين السابقين هذه النقطة بالذات هي التي تشهد معارك ومقاومة عنيفة تجاه طالبان وهناك اشتباكات جارية ولكن على مجمل الأمر وعلى مجمل الأوضاع الأمنية فإن طالبان هي المسيطرة وهي التي تتقدم وتسيطر على مدينة تلو الأخرى سواء في شمال أفغانستان وغربها وجنوبها طبعا اليوم تم السيطرة على مدينة لوجر وباكتيا باكتكا وإضافة إلى ميدان وضك هذه المدن كيف نفهم سيد نصير السهولة التي تسقط بها عواصم الولايات والمدن واحدة تلو الأخرى طبعا هناك عدم تركيز الجيش الأفغاني وتشتتها بعد سقوط المدن الرئيسة بعد أن غيرت طالبان استراتيجيتها وبدأت تدخل المدن الرئيسة فالقوات الأمن الأفغانية فقدت السيطرة وفقدت التركيز في مواجهة طالبان لأن الطالبان طبعا سيطرت على مدن استراتيجية ومدن تعتبر معابر أساسية التي تدر بالأموال والتجارة على الحكومة الأفغانية فحاليا هذه المعابر سواء في غرب أفغانستان مثلا ولاية هيرات وفي قندهار معبر سبينبولدك وفي نيمروز هذه المعابر السبب الأساسي في تضعيف الحكومة الأفغانية وعدم وصول الأموال التجارية والإمدادات اللازمة خصوصا في ظل ارتفاع المواد النفطية والمواد الغذائية وهذا كله بدوره يوجد ضغطا على الحكومة الأفغانية إضافة إلى انتطاع الدعم الدولي التي استطاعت أن تحقق هذه الانتصارات على هذه الهزائم للقوة الجيش الأفغاني والأسلحة أيضا التي تمتلكها طالبان ما مصدرها؟ كيف نفهم امتلك طالبان هذا النوع من الأسلحة المتقدمة؟ طبعا طالبان في البداية كانت لها الدعاية وإعلانات قوية مع نوياتهم عالية يعني هم كانوا متواجدين في الضواحي والأرياف ومتعودين على حياء التقشف وكانوا يقنعون بأشياء بسيطة هذه كل العوامل التي أدت إلى رفع معنوياتهم وبالتالي تدني معنويات الجيش الأفغاني وكذلك حصولهم بعد سيطرتهم على مراكز استراتيجية حصلوا على أسلحة وكميات كبيرة كانت موجودة بالفعل تنبع الجيش الأفغاني؟ الحشب الشعبي الذين كانوا نعم نعم طيب سيد نصير دعي أسألك لأنه هذه نقطة مهمة الجميع يتسأل الآن ما هو موقف الولايات أو المدن التي تسقط بالفعل في قبضة طالبان؟ يعني كيف تكون الأوضاع؟ كيف تدير طالبان هذه المدن؟ الأوضاع المعيشية؟ الأوضاع الاجتماعية؟ موقف الحقوق والحريات الخاص في هذه المدن؟ هل يعيش الأهالي في خوف؟ يعني كيف يتم التعامل مع هذه الحركة؟ طبعا تختلف تلك التخوفات من منطقة إلى أخرى فخلال اتصال بعدد من الولايات وبعده سيطرت الطالبان على تلك الولايات قال لي بعض المواطنين من تلك الولايات أن الأوضاع الأمنية جيدة ولا توجد هناك مثلا إزعاجات وإيذاءات لأحد من المواطنين لكن طبعا لحركة طالبان معروفة بوضع قوانين يعني ملتزمة نوعيا صارمة ليست صارمة ولكن على بعض الأمور الشخصية مثل الألبسة ومثلا التجول خاصة للنساء هذه بعض الأشياء الموجودة ولكن على العموم لا توجد هناك إزعاج ويعني أي تعد على حقوق المواطنين الأساسيين شكرا جزيلا لضيفنا من كابل البحث السياسي سيد نصير أحمد طاهري